بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم شبابة زناء إن شاء الله كامل تكونوا بخير إن شاء الله كامل تكونوا بصحة جيدة اليوم أول حصة من حصة تحذير جيد للبكالوريا والحصة الأولى بالطبع رح تكون مراجعة للدروس سنة ثانية يعني من حصة الأولى إلى حصة رقم عشرة هذا كامل خاصين سنة ثانية بعد ما نكملوا حصة العشرة بإذن الله ندخلوا للدروس بكالوريا وأول حصة نبدأ بها اليوم هي حصة قانون الأوم قبل ما نبدأ ما تنسونش بلايكات لايكات لايكات والجماعة بهالفيديو يوصل للجميع إن شاء الله وينتشر بأسرع وقت هيا نبدأ بأول حصة على بركة الله وحبه عبدو جورني نعم جماعة شوفوا أي درسة أحمد لكم أحنا أعطاكم واحد حويجة أحنا أعطاكم واحد صور جديدة علىه بترسق في رأسكم باتولي عندكم تربطوا حاجة بحاجة كل ما تقدر تربط حاجة بحاجة راح أي تمرين ما تلقاش فيه حتى إشكالية وهذه الطريقة اللي أحمدها لكم في الهندسة الكهربائية حاولوا تطبقوها في الرياضيات والفيزياء وفي المواد العلمية وخاصة بالفلسفة شوفوا معي أول حاجة نبدأ بقانون أوم شوفوا ش مديتكم وشاكم تشوفوا جماعة نبدأ تنقش أنا وعبدو عبدو عبدو وش رات تشوفها يجاوبني عبدو وش رات تشوف أخرج لك فيسبوك ومسنجر هيا تشوف فيسبوك ومسنجر صحي شماعة هذه تطبيقات كامل تعرفوها نبدأ في التطبيق الأول اللي هو مسنجر وش وظيف التطبيق مسنجر جماعة تطبيق مسنجر جماعة ووظيفتين يمكنك تبعث رسائل للأصدقاء وفي الناس الوقت وشدين تقدر تستقبل رسائل من أصدقاء صح أو لا صح أنه يمكن نسئلكم سؤال يمكن يجيك مثلا واحد يعلق لك على منشورتك كان واحد يعلق لك على منشورتك هل تقدر تشوف المنشور هذا في المسنجر وما تقدرش وكان واحد يعلق لك على منشورتك ما تقدرش هل تقدر تشوف أخبار جديدة بالمسنجر ما تقدر إذن وش نقوله نقوله مسنجر تخصوا حبيج حبيج هذو شكل يكملهم له مسنجر يكملهم له تطبيق وشي هو فيسبوك هم الفيسبوك أجماعة وش تقدروا تديروا بفيسبوك تقدروا تطوروا اليومية توعكم وتنشروها تقدروا مثلا تلعبوا الألعاب مختلف الألعاب تقدروا تسوقوا تقدروا تشوفوا الأخبار جديدة أخبار رياضية وفي ناس الوقت تلعبوا الألعاب لو كان مثلا يجيك ميصاج يجيك هذا رمزك عن ميصاج الفيسبوك هتقدروا تشوفوا الميصاج أو لا لا جاوبني يا عبدو لو كان يجيك في الميصاج هتقدروا تص polling على تطبيق فيسبوك ولا لا لا ماذا يا عبدو لا تقدرってشوف الميصاج لازم لازم يكون مستالي واش مستالي مصنتجر عليه هذا وش نقوله نقوله بلي فيسبوك والمسنجر وش هما يكملوا بعضهم الفيسبوك يكمل ومسنجر يكمل فيسبوك كما راني يكتب لكم كما راني يكتب لكم شوفوا جماعة كما راني يكتب لكم قانون الأوم وقانون العروات واش معناتها معناتها في التمارين في أغلب تمارين لو كانت يتحل التمارين أول قانون تبدأ به وش هو هو قانون الأوم مجرد تبدأ بقانون الأوم تلقى عندك ناقائس ناقائس هذه باش تربطها تربطها بقانون العروات والذي مثلا واحد يجيح مثلا المثال ويبدأ بقانون العروات يلقى نقائص بي يحل المشكل بتاع قانون العروات باش يربطوا هذا القانون يربطوا قانون الأوم على هذي ما نقوله قانون العروات وقانون الأوم يكملوا بعضهم معناتها في التخمام تاعكم في جوا تخدموا حاجة ديما اربطوا قانون الأوم بالعروات واربطوا عروات بالأوم من هذي تلقوا وماشي ما تفاهمين عليه هذي طيب تفاهمين جماعة كانوا واحدا ردينا فوضاء شكون هو مبروك كوبي الصوت آيا مبروك جماعة يبقى يبقى صمو عبد يخدم يعي آكي، كل مرة نبدع الخاص تفاهمن صاحب فهمنا اوش قلنا قانون الأوم لازم له قانون العروات باش تحل مشاكل تاع تمامتا والله كي تبدأ بقانون العروات لازم لك قانون الأوم يساعد هيا نبد Roberts 재미 بقانون الأوم عايوا اوال حاجة قانون الأوم كم عليكم تشوفو اشكون اللي يخترع قانون الأوم سيكتش احنا ماش احركزو علا اللي يخترنا قانون الأوم ما إحنا حداره على المحتوى قانون أوم واشي هو قانون الأوم يا جماعة? ركزوا مع ايaker قانون الأوم واشي هو؟ هو قانون حساب الجهد معناً تخyo قانون الأوم أنش وظيفتو attendPN قانون الأوم هسيض يحساب الجهد هو حساب الجهد بين واش؟ بين طرفين ناقل أومي هذا ناقل أومي واشي يصير له؟ يجتازه تيار اي ومقاومته الداخلية اير كما عentaم تشوفو هذا وهذا اير واشي يسميه ناقل أومي هذا الناقل الأومي بالطبع أي ناقل الأومي واشي يجتازه؟ يجتازه طيار كما كنتم تشوف هنا هذا الناقل الأومي واشي هو طيار الذي يجتازه؟ هو طيار A وهذا الناقل الأومي واشي المقاومة الداخلية تعه؟ R إذن هذا الناقل الأومي لك نحسب الجهد بين الطرفين تعه ولا فرق الكمون بين الطرفين تعه إذن الجهد واشي يساوي؟ واشي يقول لك؟ الجهد بين الطرفين المقاومة R اسمها R لازم تبقى R واشي يساوي؟ تساوي مقاومتها الداخلية R هذا هو الناقل AUMي مقامة الداخلية في التيار الذي يجتازه اللي هو شيء والتيار اللي هو E. كما يقول شغل الصراع صراعي واضحة. إذن قانون AUM ومش وظيفته حساب الجهود بعدها جمعك قرأنا قانون AUM من قانون AUM نقدر نحسبه الجهود ولا نقدر نحسبه المقامة ولا نحسبه التيار. يعني في 80 قادر قادر يمدلك مقامة R ومدلك E ويطلب منك الجهود قادر يمدلك الجهود ويمدلك مقامة R ويطلب منك تحسب تيار اي وقاد يمدلك تيار اي مو في اير ويطلب منك حساب مقاومة اير صحيح هكذا شكني عنده اسئلة هذا اه لينا تفضلي هيا لينا تفضلي لينا وش هو السؤال تاعك تفضلي اكليكي على الميكريفون هالو علي سلطاني تفضل علي سلطاني علي سلطاني هيا علي سلطاني يكليكي على الميكريفون ما كانش عبدالقادر عبدالحق عبدالحق تفضل وش هو سؤال تاعك هيج مع عبدالحق تفضل وش هو سؤال تاعك واضح 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 واتفضل عبدالحق وش كنت ليه واضح استاذ واضح واضح صحي علي سلطاني صحي جمع علي يعني السؤال يسأل ديركتو ميكريكيشنا موباشر صحي صحي هاي نكملو خدمة تعنا صحي فهمتو كانوا الامش وظيفتو حيساب الجود بين ناقل امي حيث الجود بين الطرفين ناقل امي وش يساب مقامته الداخلية في التيار الذي يجتازه صحي نروح نكملو جمع لكم احسبو لي VR1 احسبو لي VR1 راكم تشوفوا هذه الدارة نمادي تهلكم الدارة هذي ش فيها فيها مقامة R1 وفيها مقامة R2 نعمش طلبت منكم قلتكم احسبو لي VR1 باتحسب VR1 من مستحسن دارة تاعك شكلها شكلها وش معتها شكلها عين اتجاه الاستلاحة التيار وعين استقطابية نواق القومية اتجاه الاستلاحة تاع التيار ومن يكون ديما من قطب الموجب ومن يروح القطب السلم هكذا والاستقطابية تاع نواق القومية وش تكون ديما وش رح تكون عكس اتجاه التيار شوفوا التيار كان يمشي يمشي بهذا الشكل استقطابية اي ناق القومية وش رح تكون عكس التيار انا وش طبط منكم هنا احسب لي VR1 اذا رح نحوسوا VR1 هذه VR1 الجهة تحوش يساوي يساوي مقامتها الداخلية اذا وش نكتبو نكتبو VR1 هاي ورحي في التيار الذي يجتازوها ورح بالتلاحظه باللي VR1 وVR2 نعلي نفس التيار اذا VR1 جمع وش يساوي يساوي مقاومة داخل VR1 في التيار نزيد وحسبوا لي VR2 هاي كني يخرج القانون تع VR2 هاي جمع هاي بسرعة VR2 وش يساوي هاي جمع لازم درسي يكون تفاعل لازم نتخدمه معي بزار ما نبقاش نحضر عنه ونجاوبنا ايا صحيح مقامته الداخلية اذا وش يساوي يساوي ارثنين صحيح تيار للذي يجتاز ارثنين هو نفسه تيار يساوي في اي صحيح صحيح سهلة هالي نورمال ما في حتى اشكالية جماعا لعنده مشكل في قانون اوم وساعاته ان ينساه هو اش يتفكر مثلث وير فالرأس تاعه مكتوب وفي القاعدة تاعه مكتوب إير لو كان يطلب مني احسب لي الجهد الجهد هو بلون الازرق اذا وش يساوي الار والآت Ice لو كان مثلا يقولك احسب لي تيار اي بر ب구نة اللون ازرق الجهد terminar الساعد اي تيارة مقابة اي باشي هذا هو قانون اي باشي يكون هنا حسب لي مقابة اي اذا رب formulated على التيار هذا لديهم مشاكل في القواني. هذا هو القانون قانون بسيط ما فيه حتى اشكالية وكل شي فيه واضح ان شاء الله. هكذا جماعة زينا هيا ركزوا معايا مليح. ذاكوا روحوا اول تمرين اللي هو تمرين رقم واحد. وش قيلكم في هذا التمرين? قيلكم احسب الجهد في اير واحد وفي اير ثنين وفي اير ثلاثة حيثو التيار الكلي اللي هو ايو شيسي واحد وراكم مش راكم تلاحظوا باللي مقامة اير واحد و اير ثنين و اير ثلاثة كامل وش بهم على التسلسل. وش مطلوب منكم جماعة زينا? مطلوب منكم مطلوب منكم توقفوا الفيديو وتحاولوا في هذا التمرين. بعد ما تكملوا المحاولة في هذا التمرين اضغطوا على زر اعادة التشغيل ومبعدها شوفوا قارنوا المحاولة تاعكم مع حلتان استاذ انتاعكم. هاي بعد ما كملتوا المحاولة تاعكم نروحو نشوفوا طريقة الحلة التمرين. اه قبل ما نشو نحكو لها طريقة حل التمرين نشوف المساجات اللي بعثتهم لي. ايوه شو ما المساجات? اه واحد قال لي صوت مكيانش. رام مشكلة عندك. ايا قلت لي الكاسك تخرج لك خانا. اه اوي اوي اوكي. اه الشخص الاخر قال لي اير اثنين في ايه. صحيتو. صحيتو صحيتو. ما شاء الله عليكم. هاي نكملوا خدمتنا. بعد ما حاولتو اكليكو على اعادة تشغيل. هاي نبدو نحلو التمرين نشوف. هاي نبدو. روحوا اول حاجة واش طلب منا? قال لنا احسب في اير واحد. يعني اول حاجة جيلي في راسك يقول لي احسب الجهد ولا مقاومة ولا تياه ديما نبدو بقانون او مجمع. لشتا عندك قانون العروات وعندك قانون قاسم ديما تخدمت يبدأ بقانون او اذا في ار واحد. اذا جمعا وش يساوي? شوفوا في ار واحد. اقبل ما نخرجوا في ار واحد نعينوا اتجاه اصطلاحي للطيار. وبعدها نعينوا الاستقطابية تاع في ار واحد مش حتكون عكس اتجاه الاصطلاحي للطيار. اذا جمعا في ار واحد وش يساوي. يساوي مقاومة الداخلية. اللي هي ار واحد. فالطيار الذي يجتازه هو التيار اي. من بعدها وش نذيرو تطبيق عددي. ار واحد جماعة طلاحنا.���igher نعطاهنا ستة اوم لازمنا باش نخدمه رجزه ملحنة ديما نخدمه بالوحدات الدولية. الو كان vertices عطاءهالي ستة كيلو اوم لازم تحولها اوم معانتها ستة في عشرة قوة ثلاثة فيه.عطاهنا بوحدة دولية معانتها تساوي ستة في التيار في ال�â itaer.ت Shannon a asperon a just a one ompere.مهان فاهمة هذه واحد امبر وحدة دولية محتاج تحويل تاقت بس طلاح الو كان عطانه تيار مثلا 10 ميلي أمبير نقسمه على 10 قوة 3 ولو نضربه في 10 قوة ناقص 3 بسكو ميلي أمبير هو جزء من الأوم تفاهمنا عليها إذن VR1 جماعه وش يساوي يساوي 6 فول هذه بنسبة VR1 جماعا لما يفهم شي حاجة بعدما نطلع الفيديو في اليوتيوب يقدر يدير تكرار واحده ماشي عندكم تكرار هناك يجمع اللي يحبوا التكرار يحبوا مرتين ثلاث مرات فما فوق اللي عنده مشكل في الفهم الثقيل فيديو هذا يلقاه في اليوتيوب يعود يدير تكرار واحده يدوي تفاهمنا عليها كمنا VR1 جماعه وش رح نحسبه نحسبه VR2 VR2 وش يخص يخص المقاومة VR2 خرجوا الاستقطاب إذن VR2 وش يساوي يساوي المقاومة الداخلية تعناق الأومي هذا المقاومة الداخلية اسمهنا VR2 إذن يساوي VR2 فيه طيار الذي يجتاز هذه المقاومة كما كنت لاحظوا هذه المقاومة في ثلاثة يجتازهم نفسه إذن VR2 فيه وش في الآن إذن VR2 وش يساوي VR2 قد أعطاهنا 2 أوم فيه الطيار قد أعطاهنا 1 أوم إذن VR2 قد يساوي يساوي 2 هذي بنسبة للوش الجهد بين الطرفين المقاومة A2 سؤال آخر وش قالكم أحسب الجهد بين الطرفين المقاومة R3 اللي هي VR3 إذن نصبرونط الله هذه إذن VR3 جماعة وش تساوي VR3 وش تساوي تساوي مقاومة داخل الناقل أومي هذا وش هو شكني أعبر عليها مقاومة R3 في التيار الذي يمر عليها أو يجتازها هو التيار من بعدها من بعدها ينطبقوا القانون تساوي ربعة في واحد وتساوي ربعة فولت نرمال مو هذا تماري بسيط يطلع المورال يبين لك من الكهرباء راهي سهلة وصدقون الكهرباء كاميرا ما تذيرها هكذا كي تعدوا مراكزين ومنا تقرأوا الدروس ومنظمة كما هكذا كما القانون جماعة أعطيتكم هذا التماري في واحد الهدف وش هو الهدف شوفوا معي VR1 يساوي 6 فولت وVR2 وش يساوي 2 فولت وVR3 يساوي ربعة فولت جماعة أجمعوا لي هذه الجهود أجمعهم يعطني نتيجة عبدو أعطني نتيجة تلجمع هذه الجهود هيا عبدو يساوي 12 فولت وش رك تلاحظ وش يساوي هذا 12 فولت وش يساوي يساوي جهد البطارية إذا البطارية كي تجمع المقاومات رح تتوزع على المقاومات كي تجمع الجهود تعمل المقاومات حتى تجمع نفس البطارية على هاد وش يقولوا نقولوا VR1 ZVR2 ZVR3 وش يساوي يساوي وهنا اللي يخدم قانون الأوم خمم في قانون العروات هذا القانون نحن ندرسهم من بعد صحي لا هذا أسكو قانون العروات ولا مش قانون العروات VR3 ZVR2 ZVR1 يساوي VCC قانون العروات ولا مش قانون العروات نعم هاي وش صحي توقعوا شو استقطابيات خرجناهم نخرجوا الاستقطابية مولد جهود استقطابية مولد جهود اجمع ركزهم عامنا استقطابية مولد الجهود ديما تمشي مع التيار صحيح واستقطابية باقي النواق الأومية مهما كانت تكون عكس التيار شوفوا لكان هنا وش ولت هذه لكن تشوف فيها عروة ومشي عروة عروة هادو إذن قالوا العروة مجموع الجهود في دارة مغلقة وش يساوي الصفة اللي تبع العروة يكون مقدار تاعه موجب واللي يكون عكس العروة يكون مقدار تاعه سالب إذن وش مفهومة هذه مفهومة كيف أسئلة جماعة في تمر الأول مفهوم 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 لا يحدث السؤال هيا أكيد هيا جماعة رحوا تمرين رقم 2 كما كنت شوفوا تمر 2 طلب مننا قال لك احسب المقاومة R1 حيث شدة تيار E 1.2 1.2 وش مطلب منكم مطلب منكم توقفوا الفيديو وتحاولوا في هذا رقم 2 بعد ما تكملوا محاولات مشوا الفيديو وقارنوا محاولات مع إجابة النموذجية بالتوفيق لكم شاء الله نكمل الخدمة بعد ما حاولت نعطيكم الإجابة النموذجية هيا نبدأ للتمرين في التمرين 2 طلب مننا طلب مننا حساب المقاومة R1 وعطانا شدة تيار كلية إذن أيوش يساوي يساوي 1.2 أمبير يعني أول حاجة نبدأ بها ونخمم بها مدام قرن قانون أم ديما نبدأ بقانون الأم مدام أطلب مني أحسب المقاومة R1 ولا يطلب مني أحسب التيار ولا يطلب مني نحسب الجود ديما نبدأ بقانون الأم إذن R1 هذه R1 R1 ماذا تساوي أول حاجة يجب أن نشكله الدارة اتجاه التيار يكون من قطب الموجب إلى قطب السالب ثاني حاجة ندير استقطاب المقاومة R1 اللي ستكون عكس الجود إذن R1 يتعلق بالمقاومة الداخل R1 ويتعلق بالتيار الذي يجتازها هو تيار E إذن في R1 ماذا يساوي يساوي R1 في التيار E من بعدها بعد ما خرجنا قانون Ohm نخرج R1 المجهول اللي راح نحسب ه هنا يجعل E الطرف الثاني بما R1 في E إذن معامل يجعل الطرف الثاني أو قسم إذن R ماذا يساوي يساوي R1 على تيار E هكذا تيار E معلوم أعطينا 1.2 أمبير مال الجهد المجهول في هذه الحالة ننهي أرواح بها الحصة الثانية اللي هي قانون R1 يعني وش معناتها يتطبق قانون Ohm تحسب التيار ولا تحسب المقاومة وتلقى الجهد المجهول دائما روح القانون العروات هذا هو التخمين لازم يكون هكذا بما أن VR1 تخمين الثاني ونروح نروح القانون العروات إذن VR1 مجهول في هذه الحالة وش طريقة دائما تكون مع اتجاه التيار أما باقي الاستقطاب للنواق الأومية وش تكون عكس اتجاه التيار من بعد نرسم العروة أنت حر فيها قادة تديرها مع عقارب الساعة وقادة تديرها عكس عقارب الساعة إذن قانون العروة مجموعة الجهود في دارة مغلقة وش يساوي السفر إذن VCC يمشي مع العروة يكون مقدار موجب VR1 لاحظوا عكس العروة مقدار سالب ناقص VR1 VR2 كذلك عكس العروة معانتها ناقص VR2 كل شي يساوي السهرة ما هو الهدف لنا هدف نحن نخرج عبارة VR1 ونحسب VR1 كدوها الطرف الثاني وش تقول VR1 يساوي VCC VR2 VCC أعطيها 12V الخدمة إذن R1 ماذا يساوي يساوي VCC VR2 اللي هي VR واحد اللي عوضتها الكل على T وش بقالنا تطبيق العددي إذن R1 ماذا يساوي يساوي VCC هي 12V ناقص VR2 اللي هي 6V الكل على 1.2 ولازم نعوض بوحدات الدولية ركزهم على الوحدات الدولية إذن R1 وش يساوي 12 6 وش نقلوها 5 فبالحالة كملنا التمرين الثنين وبإذن الله رح نبدأ في الحصة الثالثة الحصة الثانية وهي قانون روات تحيتي لكم ولنا لقاء آخر إن شاء الله في حصة الثانية بعد قليل إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة